غابة ساحرة على بعد بضعة كيلومترات فقط من بروكسل ترتدي غابة هالربوس حلة زرقاء أرجوانية لمدة ثلاثة أسابيع إذ تنتشر فيها ملايون زهور الجريس على مساحة مئات الهكتارات منظر خلب يستقطب كل عام عشرات الآلاف من الزوار البلجيكيين والأجانب في العام الماضي رأينا ضباء كان ذلك مذهلا المنظر ساحر لكننا ما زلنا في انتظار رؤية كائن ألف صغير أو ساحرة من مكان ما لم يحصل ذلك بعد لكننا ننتظر المكان فريد من نوعه أظن أنه الوحيد في أوروبا وربما في العالم بهذا الجمال مع كل ظهور الجريس هذه إنه رائع وخلال الربيع تكون أشجار الزان عارية من أوراقها ما يسمح بمرور أشعة الشمس اللازمة لتفتح الظهور مشهد في غاية الجمال لكنه مهدد بالزوال بسبب العدد المتزايد للمتنزهين في الواقع تختفي ظهور الجريس على وقع دوس الأقدام ويتطلب ظهورها من جديد عشرات وربما مئات سنوات وقد علق المسؤولون عن الغابة ملسقات حول المسارات لتشجيع الزوار على الحفاظ على هذه الطبيعة وسيبقى اللون الأزرق طاغيا على هذه الغابة حتى منتصف أيار مايو ترجمة نانسي قنقر